من بائع دجاج بسيط إلى العمل مع ماهر الأسد وزوجته شقيقة أسماء صعد بشكل مفاجئ ليصبح من أقرب رجال نظام السورية ترددت أنباء عن جمعه أموال ضخمة والهرب بها إلى خارج سوريا فيما دافعت عنه أنباء أخرى فما قصة خضر علي الطاهر المعروف بأبو علي خضر ولماذا وضع تحت الإقامة جبرية خلال السنوات القليلة الماضية تردد اسم أبو علي خضر في أوساط رجال الأعمال بسوريا وخاصة بعد قضية رمي مخلوف رجل الأعمال المقرب من الأسد يقال أن أبو علي خضر المولود في العام 1967 في محافظة طرتوس هو من استولى على أموال مخلوف ليكون البديل عنه كان صعود أبو علي خضر المفاجئ مثيرا للشك فتضاربت الرواية حول عمله الأول من بائع دجاج أو صاحب سوبر ماركت لكن ذلك الرجل الغامض تمكن بشكل أو بآخر من الصعود إلى مواقع النخبة الاقتصادية المقربة من بشار الأسد فخلال السنوات الماضية ظهر أبو علي خضر كرجل أعمال لديه عدد من الشركات وكان له مطلق الحرية في إدارة حواجز تقطع أوصال البلد واستيراد مواد بشكل حصري مثل الأجهزة الإلكترونية فيما ملك نفوذا أيضا على أفرع أمن جاء منها السرية 215 في فرع الأمن العسكري بالإضافة إلى نقاط العبور بين سوريا ولبنان التي تقع وتحت تصرفه المباشر فضلا عن قدرته على إصدار مذكرات توقيف وحجز مع امتلاك عناصره كلهم لبطاقات سرية بحسب تصريحات لموقعنا بلدي كما أنه كان يدخل قرى المناطق الحدودية مع تركيا ويهدد الأهالي في حال تهريب أي مواد كالدخان وغيرها من الممنوعات ولقرب خضر من النظام السوري تمكن من أن يجعل وزير الداخلية في حكوم النظام السوري محمد خالد رحمون يعدل عن قراره بشأن منع التعامل معه وذلك في فبراير شباط من العام 2019 إذ أصدر قرارا بعدم السماح لأبو علي خضر بالتعامل مع الوحدات الشراطية بأي شكل كان أو دخوله للوحدات الشراطية أو استقباله لأمور شخصية في الوحدات الشراطية كافة لدى رجل الأعمال الصاعد العديد من الشركات من بينهم شركة إيلال السياحة وإيماتيل للاتصالات فضلا عن مشاركته في تأسيش شركة الياسمين للمقاولات التي امتلك 90% من نسبتها بحسب موقع الاقتصادي المحلي ويرأس أيضا مجلس إدارة الشركة السورية للإدارة الفندقية وضع خضر قيد الإقامة الجبرية في منزله حيث إنه تم البحث عن أمواله التي جمعها من دمشق وعدة محافظات وهربها للخارج ورغم اتهامه بتهريب الأموال لصالحه إلا أن مصدرا مطلع تحدث عن أن خضر توجه إلى دبي لتوقيف صهره إيهاب الراعي وعدد من الأشخاص المقربين منه وعندما ماطل في العودة لسوريا تناقلت أنباء في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه فر وبحوزته ثلاثة مليارات دولار لكن المصدر أكد أن خضر علي طاهر عاد إلى سوريا بعد نحو شهر وهو موقوف في منزله وقد يدفع مبالغ مالية مقابل إنهاء القضية ترجمة نانسي قنقر